نيابة عن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية أكدت خلالها إسهم مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي أضفت المشاط أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأسرها بالأحداث العالمية وذلك في ظل معاناة 20% من سكان إفريقيا من نقص الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية العالمية مشيرة إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمولية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية